السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بالتخير اليوم إن شاء الله سنقوم بمراجعة سريعة عن الحلقة الرابعة من أنمي ماي هيرو أكاديمي بالنسبة لي صراحة الحلقة كانت مملة بعض الشيء لكن سنحاول أن نتحدث عنها بالرغم من ذلك لذلك دعونا نبدأ النصف الأول من الحلقة كان عبارة عن أوياما ودراما وقوة الصداقة وملل على ملل فراحة لحلقة كل عام ملع لم يكن فيها أحداث حماسية إلى ذلك كانوا يحاولون إقناع أوياما يعني لكي يساعدهم ووضعوا الخطة لذلك على ما أعتقد وضعوا الخطة لكي يستغلوا أوياما لجابة الدفاع والأشرار لكن لم يذكرون لنا الخطة هذا هو الحدث الرئيسي في النصف الأول من الحلقة صحيح أنهم لم يذكروا الخطة التي ذكرها أيزاو لكنهم ذكروا خطة أخرى ذكرها أولمايك مضمونها أن عليهم الإبعاد بين الشيجاركي و أولفوروان لكي يستطيعوا هزيمته لكنهم سيواجهون عقبة في طريقهم والنتيجية ضابي فاحب النيران الضرقاء لذلك سنتحرك ميدوريا وأصدقائه في الأكاديمية للإطاحة بعسبة الأشرار والأغربية الساحقة من الأشرار لكي لا تعيقهم أثناء مواجهة أولفوروان و شجارك أما بالنسبة للنصف الثاني فهو عبارة عن ذهاب إيدا تينيا و ميطوريا ليصدحوا دراعهم من بعد أظهروا لنا أوياما و معلم المشرك أيزاو يتحدثون و يحاولوا إقناعه بأنه يستطيعوا مساعدتهم وما إلى ذلك وهذا جلمة في هذه الحلقة حلقة مملة باختصار لذلك حاولت أن أختصر جلمة في الحلقة من ملل في دقيقتين أو ثلاث وهذا ما لدينا لهذا الفيزيو هذه الحلقة مملة وأتمنى أن يعجبكم بعد الفيديو بالرغم من أن الحلقة مملة وآسف لأنني أكرر حلمة مملة لأن الحلقة في الحقيقة مملة المهم هذا ما لدينا الفيديو اليوم أتمنى أن أعجبكم لا تنسوا تضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس فيصي لكم دي جديد وتعليق جميل مثلكم أستودعكم والله ألقاكم في فيديو قادم السلام عليكم